روما تشهد جولة جديدة من محادثة تهدئة في محاولة لإبرام اتفاق حماس بين حماس وإسرائيل عرض المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أيضا تفاصيل اقتراح جديد لوقف إطلاق النار متعدد المراحل على الوسطاء العرب وفقا للمسؤولين الذين تم أطلعهم على المحادثات مسؤول إسرائيلي قال بأن الاقتراح الإسرائيلي المحدث يتضمن إشارة إلى إنشاء آلية أجنبية لمراقبة ومنع نقل الأسلحة والمسلحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال دون تفاصيل كيفية عمل هذه الآلية أو من سيكون المسؤول عنها مسؤول الإسرائيلي أشار أيضا إلى أن الاقتراح المحدث يتضمن تغييرات في مواقع انتشار أو إعادة نشر القوات الإسرائيلية في قطاع غزة في المرحلة الأولى من السفقة كما يتضمن تأكيد بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر خلال تنفيذ المرحلة الأولى وكان مصدر مصري قد أكد تمسك القاهرة بضرورة الوصول لصيغة تقضي بالانسحاب الكامل من بعب الرفح وحتى وقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة من النقاط التي يتم بحثها في روما أيضا المرحل اللاحقة للاتفاق وسط تمسك حماس بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية في غزة موقع أكسيوس الأمريكي قال إن المفاوضين الإسرائيليين لم يكونوا متفائلين بأن الاجتماع في روما سيؤدي إلى اختراق واستبعدوا أن تكون ضغوط بايدن عن نتنياهو قد اقنعته بتالين بعض مطالبه الجديدة وقال المفاوضون الإسرائيليون إن نتنياهو يريد صفقة مستحيلة الحصول وبالتالي فقد نتجه نحو أزمة في المفاوضات بدلا من صفقة اشتركوا في القناة